موسيقى بدبلوماسية مساء الخير اختطف الرئيس السابق العماد ميشيل عون المشهد وفاجأ الجميع بالزيارة الحدث إلى دمشق وهي الزيارة التي حكي عنها الكثير في زمن الرئاسة بحيث لم تنضج ظروفها طيلة ست سنوات بالشكل الذي أتت عليه اليوم بعد أن تحرر عون من كيود الرئاسة وكيود الداخل وحساسية البعض تجاه سوريا ونظامها متناغما مع المصالحة العربية للرئيس بشار الأسد التي سهلت عليه الخطوة ولعل أبرز ما تعنيه الزيارة هو التأكيد على الموقف الاستراتيجي للطيار الوطني الحر من سوريا إلا أن التباحث في الملف اللبناني الرئاسي هو المفصل فيما لو تم التطرق إليه كيف لا وفيه من ضمن المرشحين صديق سوريا سليمان فرنجية ومواقف داعمة لحلفاء دمشق أي ثنائي له فهل هي زيارة بهذه العنوين أم أنها مجرد زيارة لتأكيد الصداقة وعمق الثوابت والخيار المشرقي الذي تبنه عون رئاسيا يبدو أن جهاد أزعور هو البطل الجديد للمسلسل الرئاسي الذي اختير بإجماع مسيحي منقطع النظير فيما بدأ التحدي بين مرشح الثنائي ومرشح الأحزاب المسيحية وبعض التغييريين والمستقلين رسميا والعيون تتجه نحو جلسة 14 سيران وبين هذا وذاك تفتتح أو افتتحت طهران سفاراتها في العاصمة السعودية الرياض وكنسليتها في جدة فيما علق المسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أنه إذا أدى إعادة فتح السفارة إلى مزيد من الشفافية وتخفيف التوتر وتقليل أعمال طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة فسيكون ذلك إيجابيا بديبلوماسية هذه الليلة نستضيف في القسم الأول الوزير السابق ماروان شربل ومسؤول جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومتجان أهلا وسهلا بكم معنا أهلا وسهلا أهلا فيك أهلا وسهلا مع الوزير ماروان شربل أهلا وسهلا فيك سهلا خيران شكرا خليني بلش مع القوات اللبنانية ويمكن السؤال هيك طالع دغري بالحلقة تعليقكم على زيارة الرئيس ميشيل عون إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأزم مع بسمي أكيد مع بسمي خليني نقول بالشكل أنا كنت أتمنى ألا أرى رئيس جمهوريتنا السابق وتحديداً لعماد عون إلى جانب رجل مسؤول عن مقتل وتشريد وقتل ما يزيد عن العشر ملايين سوري تهجروا وتركوا ديارهم نتيجة السلطة يلي كان يتمتع فيه ويلي مرسه ويلي مرسه نتيجة القمع على شعبه فبالشكل كنت أتمنى غير ذلك ومعليش يعني كنت أتمنى أرى العماد عون بغير صورة مش صورة حد بشار الأسد وهو بنهاية حياته السياسية كنت أتمنى أن أرى غير ذلك هذا بالشكل أما بالمضمون برأيي القرار عند حسن نصر الله مع حفظ الألقاب وليس عن بشار الأسد بموضوع رئاسة الجمهورية فما بعرف مضمون لقاءاته أو إذا أثير موضوع الرئاسة لست على علم بذلك ولكن حتى ولو كانت هذه الزيارة بتفيد خياركم بالاستغناء عن الفرنجية أنتوا بترفضوا لا يعني ما بنظر له من هذه الزاوية هذه بالعكس يعني في ملفات أنا كنت أتمنى أن يذهب عندما ذهب الرئيس عون من 14 سنة وخلال فترة طوليته وكنت أريد أن أرى عودة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية كنت أريد العدالة لضحايا متفجرة التقوى والسلام بترابلوس كنت أريد أن أرى عودة بداية عودة جدية للنازحين السوريين للأسف كل هول ما تمه فمتما بيقولوا بالإنجليز لتوليت هذه الزيارة مؤصف إذا كانت فقط لموضوع الرئاسي بيكون هذا يعني الذنب بيكون مضاعف ولكن خلينا نظل إيجابيين أن هذا شأن رئيس عون هو بيقرر يزور سواء كانت الزيارة السياسية أو زيارة صداقة هذا شأنه ولكن أنا كمواطن لبناني هذا تعليق على هذا الموضوع طبعا سنتحدث أكثر عن ممكن يكون في مفاعيل هذه الزيارة مع الوزير مروان شربل شو رأيك بهذه كانت مفاجأة بطبيعة الحال بالتوقيت بالمضمون تقديرك لهذا الأمر أنا بدي أحكي من منطلق مواطن لبناني مش منطلق حزبي لأنه أنا طبعا ما عليه ما في شك أنه بالنهاية فيه قرار بالحزب ما فيه يطلع من الحزب وما فيه يطلع من تصور علاقتهم كحزب مع السوريين هذا الشيء بيتعلق فيه وما إلي تعليق عليه اللي أنا شفته والمعلومات اللي عندي الرئيس عون طلع على سوريا بحث ثلاث أمور لبحث ثلاث أمور أول شي موضوع النازحين كيف بدأت تتعامل سوريا مع لبنان بموضوع النازحين موضوع الثاني طبعا طرقوا لموضوع الرئاسة بس الموضوع المهم أكتر كمان أكتر من الرئاسة هو علاقة سوريا المستجدة مع الدول العربية ومع المملكة العربية السعودية بالتحديد هوني ما علي عم بيقول أنه ما بيقدر يشوف العماد عون مع بشار الأسد يمكن بكرة يشوفه مع ولي العهد وشافه مع ولي العهد وكان في مؤتمر بالسعودية مؤتمر القمة ما بدنا نحن حقيقة بهيك ظروف نحن اللي عم نمرق فيها خلينا الكراهية تبعنا تظل موجودة ما نطلعها لأنه نحن بالنهاية علاقتنا مع سوريا ضرورية ضرورية علاقتنا مع سوريا نشئ نقم قبينا بس على شرط نعرف كيف بدنا تكون العلاقة بيننا وبين سوريا مش بأمريكا سوريا والبديكية سوريا لا يكون من الناد للناد فيه اتفاقيات أمنية بتنعمل اتفاقيات اقتصادية بتنعمل اتفاقيات تربوية بتنعمل ومثل مثل أي دولة تانية نحن محكمين جغرافيا يعني معي بيرفضوا هذه العلاقة حتى لو أتى منها الخير نحن محكمين جغرافيا لو خلتيني كافي ما سألتيني نحن محكمين جغرافيا بعلاقتنا مع سوريا نشئنا أم أبينا نكرهناها أو حبيناها إذا سكرت الحدود السورية على أنا شو من عمر وكانت تسكرها قبل ما أنا عامل وزير وقت اللي أنا كنت ظابط كنا نعاني من الأمرين وقت اللي كان واحد بالزمان كماشنا واحد ويمكن نزعج بحكيكي من 30 سنة تسكرت الحدود طيب تسكرت الحدود يعني وقف لبنان ما عنده يا البحض يا إسرائيل يمكن بكنا بس نعمل سلح مع إسرائيل تتغير نظرتنا بيصير ساعتها يمكن نبعد كل المواد اللي نحن الاقتصادية والزراعية والصناعية اللي بدك إيها نحن حقيقة خلينا نفكر بالعقل خلينا نفكر بوعي نحن بمأزومين وضعنا الاقتصادي والاجتماعي مأزوم وبعدين الدول العربية الدول العربية ما راح نكون نحن أهم من الدول العربية نحن كنا تيركين أوكي خي هلأ بينصوصوا نقطة علاقتنا مع سوريا بس لما نشفنا أنه أنه كل الدول العربية عم بلا تفتح سفارتها وأول واحدة الإمارات وتاني واحدة هلأ السعودية يعني أنا ما فيني زايد لا على السعودية ولا على الإمارات يعني بتعتبر الكوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض لا أنا قلتلك هذا قرار إني أردينه هذا قرار إني أردينه وأنا لو سمعته يحكي لها ما صدقت حكي بالقرار اللي أخدوه أنا ما عم بقول عنه أنا عم بقول شو اللي لازم يصير مستقبلا ويمكن أو القوات اللبنانية مع الوقت بتغير رأيها يمكن ما تغير رأيها يمكن أنا غير رأيي لا نشوفها بس حاليا نحن هالهجمة يعني عودة السورية على جامعة الدول العربية وكمان دعوتها إلى مؤتمر القمة هذه إلى دلالات كبيرة نحن ما فينا نوقف بوجه معقول ما عليك تغير رأيكم يوما ما عمل متسويات العام بالسياس بأنه ما في شيء اسمه عدوات دائمة بطبيعة الحال لكن بطبيعة الحال يعني اليوم بغض النظر عن من هو في السلطة في سوريا لبنان وسوريا دولتين يعني جارتين وبالتالي أكيد محكمين بعلاقات تاريخية وبعلاقات مستقبلية ما في شك ولكن في عدة أمور في ملف كامل متكامل بالعلاقة مع سوريا يجب أن يصحح بغض النظر عن موقف السعودية أو موقف الإخوان العرب تجاه التقارب مع سوريا هذا شأنهم هني كدول بيعملوا مصالحهم وبالتالي هذه الأجندة نحن غير خاضعين لهذه الأجندة العربية أو الدولية نحن بعزدين التقارب الأمريكي السوري حتى وأعطاء الدول الأخضر بهايمنة سوريا على لبنان وباحتلال لبنان كنا ضد سوريا سوريا النظام طبعا بممارساتها في لبنان ولكن هناك ملفات لا يمكن بشخطة ألم أن تنحى وهذه عربيا ومحليا يجب أخذها في عن الاعتبار أول شغلة هي موضوع الحدود مرائبة الحدود والتهريب اللي عم بيصير برضى النظام السوري تهريب بين لبنان وسوريا وتهريب الكابتاجون ومعامل الكابتاجون كل هذه اللي النظام جزء منها تاني ملف هو ملف عودة النازحين والسوريين حتى الآن لم نرى بعد عودة جدية لأن نتيجة قرار أخذوا النظام بعدم عودتهم حتى الآن وإلا الحكومات المتعاقبة اللبنانية ما عندها لتلاع عماد عون كان رئيس جمهورية مضبوط وكان عم يطالب بعودتهم بوقتها ما هي الخطوات وما هو طريقة حل هذا الموضوع لماذا لم يطرح في مجلس الوزراء نحن تقدمنا بمشروع حل أو ببداية مشروع حل رجوع تمد جزء منه وتكوين اللجنة الوزرية المولجة بهذا الملف أي رئيس حكومة؟ عم بحكي وقت كنا نحن بالوزارة رئيس الحرير وقت كنا بالوزارة طرحنا مشروع حل كان يشكل فيما لو بلش يطبق طبعا يعني رجعوا له اليوم دور الأمن العام في مراقبة الحدود وفي عودة النازحين تشكيل اللجنة الوزرية المولجة بهذا الملف وإضافة لبنوات أخرى وبالتالي ست سنوات مرأة لماذا لم يثير العماد عون كرئيس جمهورية هذا الموضوع يبدأ بحله هل رئاسة الجمهورية تقدر تنفيديا عند هذه الكدرة الصلاحية رئاسة الحكومة في عائق أساسي هو رغبة النظام بعدم عودة غالبية هؤلاء خاصة اللي موجودين في لبنان وتذكري كلامي ممكن اللاجئين السوريين موجودين بتركيا والأردن قد يعودوا ولكن آخر من سوف يعود هم اللاجئين السوريين موجودين في لبنان لأنه نزحوا من مناطق اليوم جزء منها عم بتم تشييعها جزء منها مسيطر عليها حزب الله أعني القصير أعني غرب الزبداني أعني القلمون كل هذه المناطق هادي في جزء كبير من اللاجئين نزحوا من هذه المناطق كانت في جهات كثيرة عم بتلوم القوات مع عليك أنه أنتوا اللي كان بدكن ابقاء النزحين إنسانيا في هذا البلد وأنه أنتوا عملتوا مراجعة اليوم وقلتوا أخطأنا التقدير في ذلك الوقت نحن ما كنا أصلا وقت مع بداية النزوح السوري لن نكن في الحكومة الهنية اللي كانوا بالحكومة بالبابان السنة 2011 ووصولا ل2015 لم نكن مشاركين في الحكومة وبالتالي كان عليهم أنا ذاك أن يأخذوا الإجراءات اللازمة نحن طلبنا بإقامة مخيمات على الحدود اللبنانية السورية هناك فوبيا للفلسطينيين أنه بنعمل المخيمات بيصير عنا لمخيمات فلسطينية جديدة وعنا تلزعتر جديد وعنا كارنتينة جديدة لا كان يجب معالجة الموضوع للأسف الحكومات المتعاقبة لم تحسن ولم تقرر أن تعالج هذا الموضوع معاليك هل صحيح أن سوريا لا تريد عودة لا طرح عدة أمور هذه بالنسبة لي أسئلة مهمة عن جد أول شي دي بلش بالحكومة اللي أنا كنت فيها هي بلش في 2011 بأخر 2011 بلش النزوح وقت اللي اشتدت المعارك بسوريا أكتر قسم رأى على تركيا وقسم إجا على سوريا بدي منيك بس لأنه يمكن شوي وبوقتها بوقتها وقتل كنت أنا وزير داخلية بوقتها كان لبنان مقصوم عموديا 14 و 8 وكان بوقتها أكتر من هاك كان الطائفة السنية الكريمة كانت تعمل مظاهرات ضد رئيس مئاته وبتذكر أنا أنه قطعوا الطرقات قدام بيته بترابلوس ونسبوا الخيام ومنعوا ومظاهرات يومية ضد الرئيس مئاته فإذن هذا الانقسام العمودي اعتبروا أنه حكومتنا هي 8 أدار وهن المعارضة 14 أدار اللي صار بحكومتنا واللي حكي بمحل معين معه حق بحكومتنا أنا كوزير داخلية اقدمت بطلب يمكن هاتين مرة بحكيها أنه طيب خلينا نعمل خيام على الحدود السورية اللبنانية ضمن المناطق السورية خاصة بسم ميت جداية تيابوس اسوة بالمخيمات اللي بلشت نعمل بالأربع وبتركية والأحلى من هيك لمن ما عملنا لمن ما عملنا مخيمات صار اللي جاي من شمال سوريا ومن جنوب سوريا يجي على لبنان يعني بدين لأنه عارف أنه باللبنان ما في خيام لحد هلأ وعرضت الموضوع على مجلس الوزراء مجلس الوزراء لم يوافق على إقامة الخيام تحت شعار طبعا أنه المخيمات الفلسطينية وأيلول الأسود وبالألف وتسعمية وسبعين لكن الخيام شو صارت كانت موقتي صارت ويمكن يكون معون حق هاي تماني أدار أربطعش أدار حكيت أكتر بكتير من الثماني أدار قطعوا الطرقات ومظاهرات بطرابلوس وببيروت هاودي السوريين ممنوع تحطوهم بالخيام هاودي هربانين من نظام السوري أنه تعطوا معن إنسانية بدون يقتلوهن بيوتنا مفتوحة لقلوهن وبعني بتذكر وعندي وعندي الملفات هاودي نحنا متزوجين نحنا ويون بتصارين نحنا ويون هاودي أهلنا وقرائبيننا نحنا ممنقبل وعشنا بموضوع معين كان يومتا أحد السوريين اللي محكوم من 15 سنة بجريمة قتل يعني قبل الأحداث بخمسة عشر سنة وبالحكم بيصدر لعندي دهاء الحكم عودتوا إلى سوريا بيطلبوا من الأمن العام استردادوا إلى سوريا كان الموقوف في منطقة ترابلوس طوّقوا الأمن العام بطرابلوس ويجب الدنيا يحرقوا لأنه كان الموقوف السوري طالع من الأبّة من سجن الأبّة على مركز الأمن العام لحتى يرحلوا على سوريا وقامت لأيامي وممنوع يعني شو بدي خبرك يعني رح نعلق بين بعضنا ورح تعلق 14 و8 كرمان للنازحين السوريين آخر شيء صدر أرار من الحكومة أنه خيّي ماشي الحال هلأ لنشوف شو اللي بده يصير لا خلينا نكفي بس أنه هاي شاعر كتير مهمة نحن إذا كنا ضد سوريا وبدنا نرد السوريين ما بقى يرجعوا سوريا ونحن تبقى نردهم شو بنعمل فيه من عادة سوريا بالعكس في ثلاث مسارات ما بيقول الوزير سوريا ما بده لا خلينا 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 بس ملاحظة خلينا نسلم جدلا يا خيّي النظام بده يهون مرة ثلاث سنوات بآخر عهد الرئيس عن ثلاث سنوات ماذا فعلت الحكومة علما أنه كل الحلفاء سوريا كانوا بهذه الحكومة نحن ما كنا المعارضة منا بالحكومة ثلاث سنوات الأخيرة عندي سؤال ليه ما صار شيء بملف النازحين خلينا على أيام حكومة الرئيس تمام إسلام أنت عم تعمل السوريكا ياريت بتستضيفي لوزير الشؤون الاجتماعية الصديق رشيد درباز عمل عمل مخطط كيفية عودة السوريين إلى سوريا طبعا بدي أقل لك شغل أوكي بس هيده بلانز بس ما في شيء تنفيذي رح خبر رح أقل لك رح أقل لك رح أقل لك ليش ما صار في تنفيذي لأنه نحن لأنه سوريا ناطرة أنه الحكومة اللبنانية تعترف بالحكومة السورية مش تابعة طولنا مدير عام أو موظف أو وزير مشان هيك رح أقل لك أنه في عنا ثلاث مسارات حتى نرتاح من المليونين وثمانين ألف المسار الأول المسار الأول رح ننتخي برئيس جمهورية تتألف حكومة والحكومة اليوم صار عندها كامل الحرية حكومة تعترف تعترف ويروحوا تروح الحكومة يعني وفد من الحكومة رئيس الحكومة يمكن يروح على سوريا أو رئيس حكومة سوريا يجي يصير في التبادل ويصير في التوافق كامل بعد مش معروف إذا رؤساء الحكومة ما عليك عندهم الجرأة يروحوا على سوريا لأنه خيسين أيضا من العقوبات الغربية يا روزانة بشرفي خليني كفت فكرتي ما شاء الله يعني طلعنا بالهستوري لا هذا الموضوع لا تقولي لي معروف أو مش معروف يمكن مش معروف إذا في رئيس جمهورية فإذا بلاها ومش معروف إذا في رئيس حكومة بلاها وعبكرا من اللهم للأجهز الأمنية في اللهم عبيوتكم بلاها لا مش هيك منعالج الموضوع أنا اللي عم بقوله لما منعلف حكومة بعاهد رئيس جمهورية جديد ساعتها في بديك تقسمي السوريين موجودين للبنان وعن بحكيكي معلومات يعني مش أنه عم بطلع هيك فيه ثلاث أقسام القسم الأول بيرجع على سوريا بيرجع على سوريا من بعد التفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية القسم الثاني بيرجع على سوريا لما بتوافق الدول المانحة والدول الأوروبية واليواناش تيار بيوافقوا أنه يتفعولهم هني وفي سوريا والقسم الثالث الأخطر والأكبر لحتى يرجع على سوريا هذا القسم هو موضوعه سياسي بامتياز لم يعودوا السوريين لمعارضة يعني لم يعودوا السوريين قبل تعديل الدستور السوري وتغيير بعض التغيير بالنظام السوري مشان هكي لا أميركا اليوم إبلاني تعترف بالنظام السوري ولا تركيا إبلاني تعترف بالنظام السوري ولا أوروبا ولا فرنسا تعترف بالنظام الأوروبية نحن سمعنا وزيرت لاجيت فرنسا شو حكيت عن الرئيس بشار الأسر فإذاً هايدي إذا ما تغير نحنا كيف وقف الحرب رحنا على الطائف بقى الدنيا هون يروحوا على الطائف مثلنا ما عليك لاش بدنا نعطول الشعب بناها وصارت ثلاثة أقسام بس ملاحظة أخيرة بموضوع الناس حين ما بدنا نطول فيه لاش عم نحط عطول الحق على الدول الأجنبية وعلى أمريكا وعلى الأوروبيين ما بدون يهون يرجعوا إلى آخره مش دفاعا عنهم هون يمكن كل دولة عندها براسة أكيد يفضلوا النازحين يمكن يبقوا هون ولا يكونوا على شواطئهم يروحوا تهريبوا إلى آخره ولكن نحن معنيين نحن كالبنانيين اليوم آخر أربع سنين كل وزراء الشؤون المولاجين بالملفرة زاروا سوريا وزراء المهجرين زاروا سوريا في وزراء راحين جايين على سوريا وبالتالي العلاقات التحجج إنه والله بدنا اعتراف رسمي بالنظام ما هنم معترفين السلطة القائمة في لبنان آخر ست سنوات معترفين الحكومة الحكومة تعترف بأثناء اجتماعه ويمكن بكرة ينزل بكرة يمكن حيكون في مشكلة للرئيسة الجمهورية وقت البدوين عمل ما هو المانع كان هالحكومة خيها المانع عليك ما فيه أهيان من الحكي ما فيه أهيان من الحكي ما فيه مانع هنه ما فيه قدرة ما فيه رغبة كانت عند السوريين انه يرجعون أنا أتمنى يرجعوا بكرة قبل اليوم يعني مبارح قبل اليوم ولكن ويجب على الحكومة أن تضع خطة لعودتهم لبنان لم يعود بإمكانه أن يتحمل اللاجئين السوريين فلنكن واضحين في رغبة عامرة عند الشعب اللبناني أن يعود السوري إلى دياره واضحة حاضرتك مسؤولة علاقات خارجية بتلتقوا باليوان وبتلتقوا بالأمريكيين والفرنسيين شو بيقول لكم عن هذا المرضى؟ فيه تصنيف يجب أن يعمل للسوريين فيه عمال مرسميين نحن بحاجة إلهم فيه ناس اليوم غير اللاجئين بيجوا حدود سايبة يعني من منع الحكومة من الكلام مع نظام الأسد من منع الحكومة آخر أربع سنوات من إغلاق الحدود ومرائبتها لمنع تهريب السوريين إلى لدنين هذا النزوح العشوائي الفوضوي من المسؤول عنه آخر أربع سنوات؟ رئيس ناجب ميقاطي خلينا نحكيها مثل ما هي رئيس ناجب ميقاطي من منعه أن يتحدث مع السوريين ويزور سوريا؟ هل عملونه نحن فيه بس رئيس المئاتي فيه تركيبة حكم فيه رئيس جمهوريلي عندهم غالبية حزب الله وحلفائه عندهم غالبية بالحكومة لماذا لم يخدموا على البدء بعودتهم؟ بدي بس علومة من حضرتك عندهم كامل الحرية يحكوا مع الأسد مين منعهم؟ ما عليك ما في شي ببلاش أنت عبدت عمل مع دولة يسمى سوريا أني رح تجي تقولك إيه؟ جب لي يون هاون وحط لي يون هاون ما بده شي منك؟ شو بده أدفع؟ بده تريحك بدون ما تريحها بدك تشوف شو اللي بدك تعمل ليه؟ خلينا نحكي بكل صراحة إذا بدي يحكي مثل ما أنت عم تحكي رح يبقوا هون 32 سنة لا ما بيبقوا ردهم خلي الدولة ردهم خي كيف؟ ما بلق يا من ردهم بالدبلوماسية يا من ردهم بالحرب ما في حل من منعهم يا معادي؟ بقى خبرك من اللي منعهم؟ نحنا اللي عايزين نفلوا بدنا نمضيله نحنا سكبراءة لبشر الأسل هن اللي عايزين مش تمضيله سكبراءة يا خي والله العظيم مش معقول نحنا عايزين ونفلوا من عندنا لعندهم صح طيب هن يمكن يكون عندهم شروط طيب انه هيك بقى لخي ويمكن ما بقى بالدنياهن بس هن ما بالدنياهن وهن عبق علي شو بعمل؟ بروح بسيرهم وبقناعهم انه هاو دي ضرورة انه روحوا لعندكم طيب كيف بعمل؟ اذا ما في مسايرة بكرة على بكرة ما في انتخاب رئي الجمهورية اذا ما بيصير في تفاهم كيف من انتخاب رئي الجمهورية انا سؤالي يا عمين شرفك خلينا مرح انا عندي سؤال بس خي من منع السلطة القائمة في لبنان رحل لك من المنع انه يروحوا يحكموا مع بشار الأسد يا خي ويبدأوا بروسس العودة مين منعهم؟ انا رحل لك مين اللي منعهم؟ هلا ما بقى في منع هلا هلا ما بقى في منع هلا لانه صرنا نحنا قواية انه الدول العربية والسعودية بالتحديد انه راحت على سوريا وسوريا اجت لعندها صرنا نحنا هلا مرتاحين اكتر ما نحنا مشكلتنا مربطين برا اذا برا مرتاحين نحنا مرتاحين قال انه بتكون تفرقوا بين المصالحة العربية والمصالحة الدولية لسوريا لانه بترتب عليكم عقوبات يوني ما قلتلك مين هو رئيس الحكمة اللي بدون قلتلك البروسيسيش التالت ما قلتلك بتلات مسارات انا احكيتك بالمسار الاول رئيس جمهورية وعهد جديد بروح قصم من السوريين يعني 300-400 صحيح المصار الثالث اللي قلتلك عنه هيدا المصار السياسي يعني حل جزئي حل جزئي تهيرجعوا كله ولا ممكن المهم البدء بالحل عرفت كيف بس بدنا اذا عندك معلومات بخصوص زيادة الرئيس عم بموضوع النازحين هم بتقول انحكى بالموضوع نعم وراهي هو معه وحابب انه يحل الموضوع ومش رئيس جمهورية كان في عقبات. مهم من حال. كان في عقبات الموضوع. هلأ شيء يتعلق فيه للرئيس عامون أنا. خلينا نبلش بالرئاسة. خلينا نبلش مع الكوات اللبنانية أيضا. نعم. في جزء كبير من اللبنانيين بيعتقدوا أن هذا فقط تفاهم شكلي على جهاد أزعور. أنتم والطائر وطن الحر ما رح تتفقوا على عهد جديد بالكامل إذا صح التعبير. وكل شيء عم تعملوا لحتى تخلصوا من ترشيح إسليمان فرنجي. لا. كل شيء عم نعملوا نحن بالأساس لانتخاب رئيس جمهورية جديد. تعرفين ما رح وصف الوضع القائم والأزمات يلي عم نعيشها. يلي لكل مجمع أنه بداية الحل لهذه الأزمات هي عبر انتخاب رئيس جمهورية. نحن مدركين لهذا الموضوع. وهمنا فعلا بالجمهورية. بإنقاذ الجمهورية. والبدء بهذا الإنقاذ يبدأ بانتخاب رئيس. نحن من أول لحظة بهذا المسار الانتخابي. منذ فترة الاستحقاء الدستوري للانتخابات. جينا بمسار انتخابي ديمقراطي طبيعي. وعندنا مرشح كان. مع برنامج. مع رؤية سياسية. مع مبادئ من ارتفق نحنويين. مبادئ سيادية. إصلاحية. إنقاذية. واضح مشروعه السياسي. بيشبهنا. بيشبه مشروعنا. وبالتالي أيدناه. وجربنا قدمة فينا بفترة أولى. أن نجمع المعارضة حول هذا المرشح. للوصول إلى تأييد أكبر عدد ممكن من النوار. هذا أزعور نفس تجربة ميشيل معاود. هلأ منوصل على هذا أزعور. بلشنا بميشيل معاود. للأسف وكننا عم نطلب أنا ذاك أن نخيل هذا مرشحنا. فليكن للفريق الآخر مرشحه. وننزل بمسار ديمقراطي انتخابي طبيعي. نعم. طيب. وجه ميشيل معاود. بالورقة البيضاء. ما كان في مرشحها. ما كان في مرشح بالمقراطي. بفترة تانية. يعني من بعد 11 زلسة. أوكي. بيّن أنه هذا المسار لن يؤدي إلى مكان. يعني نحن كنا في مأزق. وهذا حقيقة. يعني ما قدرنا جبناله إلى ميشيل معاود 65 صوت. جربنا مع التغييريين. مع كل أفريقاء المعارضة. مع كتير أحزاب. أن نصل إلى 65. ما وصلنا. طيب. الخطوة التانية. بهذا الوقت. هني أعلنوا. الثنائي. حزب الله أمل. الثنائي الشيعي. أعلن عن ترشيح سلمان فرنجية. كمان معلوم تماما. موقفنا من سلمان فرنجية. مش الشخص. المشروع السياسي. هو ينتمي إلى مشروع سياسي. خلافنا معه استراتيجي. رؤيتنا للبنان. لعلاقات لبنان العربية. للسلاح. للمقاومة. كل هذه البنود. مختلفين علينا نحن وياه. خلافنا معه استراتيجي. هو ينتمي إلى محور سوريا. إيران في المنطقة. ونحن على خلاف أساسي. لأنه منلاقي أن هذا المحور يمس بالسيادة اللبنانية. ويمس بمقاومات بناء الدولة اللبنانية. نحن ضد هذا الموضوع. أنتوا تخطيتوا هذا الأمر مع الرئيس عون. وصلنا. تخطيتوا هذا الأمر مع الرئيس عون. هو اليوم بزيادته جدد موضوع استراتيجي. بدون أن نرجع هذا الموضوع. نحن ماضيين نحن والرئيس عون. أنه قدرتوا تتخطوا هذه النقطة. ورقة لأكي بميشيل عون. ما كان عنده هالأوبن إذا بدك موقف المعلن تجاه انتمائه للمحور السوري الإيراني. نهيكي عن أنه في ورقة مبادئ نحن وياه مدينيها على هالأساس. فيما لو طبقها كنا يمكن بألف خير على مستوى السيادة وعلى مستوى العلقات الخيرية. ما عم بتكرروا تجربة ميشيل المعواد وعم بتضيعوا وقت. خليني وصلك على محال. وصلنا إلى محال من بعد ترشيح سلامان فرنجية. طر يطلع حكي بالبلد. لسيما على لسان الرئيس بري. نحن عنا مرشحنا. فليكن عنده المرشح آخر للمعارضة. ينزلوا ويواجهونا فيه. طيب نحن كنا عطول من الداعين إلى فتح مجلس النواب. طلبنا كذا مرة من الرئيس بري. أنه يفتح مجلس النواب ونذهب إلى معركة انتخابية اليوم. وصلنا إلى نتيجة السياسة متحدقة. السياسة منها عبثية. يعني الواحد أنه بيظل ممسك بموقفه. بدون ما يكون فلكسبل شوي بالسياسة. طيب نحن بالحد الأدنى جهة دازعون اليوم. يتمتع بمقومات سيادية بالحد الأدنى. مقومات إصلاحية بالحد الأقصى. لدينا فيه نقطة التقاء. نقطة جامعة ما بيننا وبين التيار الوطن الحوض. نحن كنا بحاجة إلى مرشح. كيف يعرفتوا أنه عندهم مقومات إصلاحية؟ هذه نقطة كثيرة منها. هلأ الناس والشعب والشابين. وصل لك. هلأ عم بحكي أول شيء. لتقاطعنا مع الجهة دازعون. أنه صار فيه أمل نجيب عدد أكبر من النواب ينتخبوا هذا المرشح. اليوم لدينا فيها المواصفات مضبوط. لأنه جهة دازعون. عنده خبرة بممارسة الحكم في لبناء. كان وزير مال. عنده خبرة مالية اقتصادية مشهود فيها. هو مسؤول في صندوق النقد الدولي. الملف الأساسي برأيي. إذا الملف السيادة اليوم لا يمكننا العالجه. لا يمكننا العالج سلاح حزب الله. طبعا الاهتمام بالأولويات سوف يتوجه إلى الملفات الإصلاحية. وإلى ملفات الإنقاذ المالي الاقتصادي. بهذا الموضوع هون أكيد يتمتع جهد أزعور. مع احترامي لكل الناس. يتمتع بكفاءة معينة. وكان هو هذا الشخص الذي تقاطعنا معه. نحن وأحزاب المعارضة قاطبتان. بلوس زائد التيار وطن الحر. زائد بعض التغييريين. كان نقطة التقاء حول هذا الموضوع. اليوم نحن أمام هذا الواقع. وبالتالي أمام الثنائي أو الداعمين لترشيح الوزير الفرنجي. عندهم خيارين. إما يقبلوا بالإجماع المسيحي. يلي كان رئيس برهالي كدني فيه أنه لعق المسئولية الموارنة ومسئولية المسيحيين. خليوني يتفقوا وأنا بفتح المسيحيين. هيا هون المسيحيين. بالحد الأدنى. ما اتفقنا مع جبران بيسيل على مشروع سياسي. مستقبله. بس بالحد الأدنى. البلاد بحاجة إلى رئيس جمهورية. تقاطعنا حول هذا الشخص الوسطي المستقل. تقاطعنا على هذا الشخص. أنتم ترشحوا شخصية جدية وأنتم لا تنويون. أكيد جدية. أحترامنا لكل العيب. هذا ردة الفعل التي قام بها الثنائي الشيعي. مسيئة ومخجلة. رئيس تلت الوفاء المقاومة بقول أن هذه مناورة. لا مش مناورة. أم يقول لك أنهم ماشيون بهذا البروسيس. وبالتالي أمامهم خيارين. أولاً إما يمضون يقبلوا. مثل ما كانوا يطالبوا. بالإجماع المسيحي. أنه هؤلاء المسيحيين بأحزابهم الكبرى. بالمستقلين عندهم. بالتغييريين يلي عندهم. أجمعوا على هذا الشخص. أو إذا ما بدون يمشوا بهذا الموضوع. يذهبون إلى معركة انتخابية ديمقراطية. قبل أن تأتي للوزير الشارب. أريد أن أسألك سؤال. الميثقية الشيعية من أين تجلبوها إلى جهاد أزعور؟ أول شيء بدنا نسأل حالنا. الثنائي يعني. يعني ما ينطبق على الثنائي الشيعي. ينطبق علينا كمان. طيب الثنائي الشيعي لما بيهدد بالميثقية الشيعية. ماذا عن الميثقية المسيحية؟ طيب إذا المسيحيين أجمعوا على مرشح. لا بعد حزب الله متمسك بفرد المرشح تبعه أو لا أحد. لأنه في حالة أزعور ولا صوت شيء. في حالة فرنجي يمثل في عشرة مسيحين. حيالة شخص مش بس جهاد أزعور أو إكس أو إجراج أو زاد. رح يعملوا زاد الرياكشن لأنه متمسكين بمرشحهم. وهذا شيء خطير بالبلد. ما بيجوز هيك. ممارسة السنائي يعني يخطئون خطأا جسيما بأن يتمسكوا بهذا الترشيح. اللي في يعني عم بقيم أنا عم برسم الصورة بغض النظر عن رأينا السياسي بإسلامية فرنجية. في عدم قبول مسيحي بإسلامية فرنجية. نعم ما عليك. هالترشيح ترشيح جهاد أزعور والمطرح اللي وصلنا له يعني الإجماع المسيحي عليه. نقل المشهد إلى مكان آخر فرض مجهد جديد. لك بتمنى عليك من بعد الرئاسي تحكينا عن الداتا لاش مش عم بيسلمونا إياها. بموضوع النازحين. بس لها عندي. هلأ ما في شك بتقولك ببداية الانتخاب رقم واحد ورقم اثنان لرقم 11 كانوا هني جديين أنا حسات أنه هني كانوا جديين أكتر من الفريق الثاني. والدليل أنه كان عنده الواحد هاو ديك خلال 11 مرحلة ما ما سموا واحد كان يسموا الورق البيضاء أو بالآخر بعدين ما بعرف كيف انتهت. يعني مفروض عن جد من البداية من البداية يكون في هكي جدية لانتخاب رأي جمهورية. لماذا؟ ليس لما نتعود لأنه لسؤال الحاوض تعودنا أنه كلما ننتخب رأي جمهورية ما علاش مرأة سنة سنتين ثلاثة مش مشكلة. حتى على أيام وقت اللي خلص عهده عهده للرئيس أمين الجميع يعني قبل الطائف وبعدين أيام لما خلص عهده للرئيس الحوض ولما خلص عهده للرئيس إسليمان يعني صار فينا نحن مثل بعض الدول العربية رئيس الجمهورية ما في تسلم وتسليم ما في تسلم وتسليم يعني مشيل إسلامين ما استلم مشيل عون ما استلم والبدو يجي هلأ ما راح يسلم يعني صار فينا أنه يعني ما بدي ما بدي يعني للأسف هذه حتى تاريخيا ما طلعت لنا تتسجل بالتاريخ أنه لحظة تسلم وتسليم رئاسي ما في شك ما في شك كان في استلشاء ما بدي قول من مين مجلس النواب عليه أن ينتخب حسب المادة 73 إذا مجلس النواب ما انتخب حسب المادة 73 بيكون خرق الدستور وانتي تتصوري أنه أهل سلطة تشريعية تخرق الدستور طيفة إذا أنا وزير خرقت الدستور مين بدي يحسبني مجلس النواب لما بدي أنزل على مجلس النواب بيقولون أنت يا حبيبتي ما أنتم بارخ أنا تعلمت منكم أنت خرقت الدستور يعني أنت مع الجلسات ولو كانت شكليا لو كانت شكليا الجلسات مفتوحة مش شكليا مثل اللي صار مثل اللي سبق وصار تطلعوا وتنزلوا هذا البلد هذا البلد اخترع من بعض الطائف صار في شيء عندنا بالدستور اللبناني بالروحية الدستور هو الديمقراطية التوفقية يعني هي مش موجودة بس بكل شيء إذا ما توفقنا ما في حكومة وإذا ما توفقنا ما في رئيس جمهورية وإذا ما توفقنا ما منمضي للزباط تيترقوا وإذا ما توفقنا ما منعين مرائبين أحراش فإذا فيه توافق فيه شيء اسمه توافق بنتفق عليه لازم يكون فيه توافق وهوني بالدستور المادي 73 عطتهم مهلة جهران لأيتوافقوا بس لسوق الحظ أنا قلت لازم يكون عندنا عن جد ومنع بمزح لازم يكون عندنا 128 رئيس جمهورية لأنه كل نايف بده رئيس تروحي على كل حزب أما التوافق أما الانتخاب خليني كف يعني فيه مخارج لاش مش عم نتوافق أنا عم بقول لاش مش عم نتوافق لأنه كل حزب بده الرئيس الجمهورية اللي بيطلنه كل سؤال عم يجيب عليها بإستوريكة بمطالعة تنفيه لا 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 جهاد أزعور هو المرشح الجدي بوجه سليمان فرنجية وحكيت عن البلوك الشيعي اللي ما رح يحط ولا صوت من هيئة المطقفة لأنها مشكل دستوري أنا في إلي هون بديلك شعر ما هي المساقية هاي دي كمان تفسر هل المساقية هي طائفة هي مساقية طوائف أو مساقية مذهب إذا مساقية طوائف يعني إذا كان السنة بمثل الشيعي وإذا الشيع موجود بمثل السنة صحيح وإذا مساقية إذا مساقية مذهبية إذا غاب الشيعي وغاب الماروني ما عادش فيه لك لو فيه لو فيه أربعين أو خمسة وثلاثين نائب مسيحي وما فيه ولا ماروني تلغى الجلسة بتطبق المساقية على الأرمان طبعا تطبق على الدروز الثنين طبعا ما فيه شاك يعني بيقلكم بشاكل غير مباشر إنه ميثاقي انتخابة فرنجية صارت المساقية مخولة مطاطة يعني خلينا نرقوه شغلي هلا حكي أبتر من ما هيك هلا بلو أنا بنت تهمني أني أنا مباشر أنا مباشر هو معا بيأتر منتبه بالعكس بالعكس لما بتحكي أنا ما يهمك بالمساقية يعني اليوم أهم شيء الالتزام بالمسار الدستوري يعني خد انتخاب الرئيس بري كان فيه الكتلتين الكبيرتين المسيحيتين زائد مستقلين ما انتخبو يعني بس كانوا حاضرين كانوا حاضرين وبالتالي وبالتالي على الإخوان الشيعة أن يكونوا حاضرين ما هي معركة مثل ما قلت لك إما بدنا نروح بالإجماع المسيحي إما بدنا نروح بالانتخاب هذا الانتخاب ما فيهم اليوم أوكي بيقولوا ميسيقية حقهم يمكن فيهم هالنواب يغيبوا بس هذا أصبح تعطيل رفتكيف تحت سيطار المثقية لا يحضروا ما أنتو كتب تكون تعطلوا أو الأمن أو الأفرنجي 65 هيك سمعنا تصريح من دكتور جاجا اليوم المعطية مغيرة فيه مرشحين فلنذهب إلى هذه المعركة وليفز من ما يحضر تقديرك معليك بهذه المعركة رح يصير تصويت ولا ورقة بعيدة من البعض هلأ فيه لك بديلك شغلة ما بدي عدد المراحل لأنه كثيرة بس بقرب الجرائد عددت 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 الشغلة الثالثة أو الرابعة يجتمع مجلس النواب وبيعمل الدورة الثانية وبيشوفوا أنه في فرق كتير بيعطلوها وبيفلو بنعمل الدورة الثالثة وبيشوف أنه كمان طب بنعمل خمس دورات طب اللي بده يصير بتأديرك أنا لحيلك شغلي بتأديري لا يجوز أن ننتخب رئيس جمهورية من يكون يكون إذا ما في توافق لأنه لا يستطيع أن يحكم هذه دي بنا ننتبه له الموضوع مش موضوع مكيات ولا موضوع أنه أنا غلبتك وانت نكسرت هيدا البلد محكوم بالتوافق هلأ منجتمع نجتمع نحن طب أنا بتمنى أنا عن جد بتمنى أنه بركي ما بدي سميه ثنائي المسيحي لأنه يريد بيبقى ثنائي لأنه هايته موقت بس بتمنى يصير مثل ثنائي الشيح تقاطع أحزاب على مرشح تقاطع مصلحي مش مصلحي بأكتر من هك طبع طبع ببرلمانات العالم عطول في عدة أحزاب هالأحزاب تتقاطع على مشاريع أوانين معينة بتختلف حتى بداخل حزب الواحد أيام بيختلفوا على بعض الأمور فمنى غريبة يعني للخروج طبعا عمل سير أنا أحقل القوات اللبنانية والجنرال هون نعم سمع؟ تقاطعوا مع بعضهم وقت اللي هني اتهموا هو ما بعض إذا كين بوقتها بالقوات طب في واحد فات على حبس 11 سنة واحد النفخ 15 سنة طب هؤلني اللي عملوا الحرب ما تقاطعوا بعد لمبارح نحلي في جهاد أزعور تقاطعوا مع بعضهم طبعا أتعطكم المصلحة ما في أناعة أتعطكم المصلحة أنا ما بدي أنا كمسيحي أنا خليني خليني لا ما بديك نفتح هذا الملف منفتحه لا أنا بفتحه أنا كمسيحي التقاطع الأساسي والالتقاء الأساسي نحن ويهون أنا بدي أعطاك إذا بس تحكي بدي أعطاك بس ملاحظة الالتقاء الأساسي اللي صار هو كان المصالحة المسيحية المسيحية يلي بعدنا لا نزال مؤمنين فيها معليك ورحنا لما رحنا على السياسة عملنا ورق البنود واضحة المعالم كل شيء واضح فيها للأسف بس هاي خصت خصت شو المشكلة إذا قالت ما فيكم تحكي فيها بدون ما نوضحها كل مرة هلأ جماعتكم أنا بدي أعطاك شغلي بالنسبة مش جماعتنا المصيبي يا معلي اللي جماعنا معنا تسودا ما لقلت المصيبي جهد أسرور مش مصيبي مش مصيبي أنا مش هكئلت ولا سليمان المصيبي ولا جهد أدعو المصيبي أنا عبور أنا بالنسبة لأي كمسيح بدي أعطاك أنا ما فيني أحكي وقت ما تقطعني لك أنا لما نبحك على وقت أنا كمسيحي بالنسبة لأي أنا بالنسبة لأي كمسيحي أنا عم بحكي هلا كمسيحي أنا بدي أياكم تعملوا بدي أياكم تعملوا جهود أن المسيحيين يتفقوا مع بعضهم لمصلحة وحدة للحفاظ على الوجود المسيحي تختلفوا بالسياسي ما عندي مشكلة بس الوجود المسيحي اليوم معلق برقبتكم كأحزاب مسيحية أنا بدي أياكم تتصالحوا مع بعضكم بس وتعالجوا الوجود المسيحي الهجرة المسيحية أنا بدي أعطيك بدي أعطيك مثل يا خي سألوا قائد الجيش كم في مسيحي بالجيش أسألوا المدير عامل قوة الأمن الداخلي كم في مسيحي بقوة الأمن الداخلي أسألوا أمينة السر بمجلس الوذراء كم في اليوم مركز من الفئة الأولى وبيترجوه وما بيعملوا خليني يكف ما حدث تفضل 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 يا الله طيب الوجود المسيحي دايما بينحكي فيه تهديد يا سنة مش تهديد بدي أسألك سؤال لو مختلفين أمل وحزب الله شو بيصير بالطائفة الشيعية شو بيصير بالطائفة الشيعية نعم شو بيقوبرافو عليون نعم ومختلفين سيقعت في تكري أنه حزب الله بنفس التفاهم السياسي مع حركة أمل نعم بس ماتفقين أنا بدي أعطيهم نحن إذا فلوا المسيحية ما بقى يبقى لقوة لبنانية ولتيار وطني حر ولبقى تبقى كنيسة ولبقى حنين يروح يقدس ببكركة خليني يعملوا أحصى ويشوفوا يا عمي والله أنا عم بيحكيك أحصى أنا مش عم بيحكيك أنا عم بيحكيك كمسيحي هلأ إذا خارج الموضوع أنا عم بيحكي كمسيحي أنا يا ستنا لك إذا ما صار في تفاهم إن إجا سليمان الفرنجية وهني ضدوا السناء المسيحي وكلهم لن ينجح وإن إجا جهاد أزعور لن ينجح لش من نتعكع بعضنا أنا بدي رئيس جمهورية مع رئيس حكومة متفاهمين مع بعضهم وينجحونا ويشيلونا من هالوحل اللي احنا وعين فيها بالضبط حشباء هيدا إيه وهيدا لأ وهيدا ما بدنا عدوا تفاهموا مع بعضكم يا عمي أنت يعني إتنا هنا تكون عندكم مرشحي تحدي أنا بس كلمي بالأخيرة أخيرة كلمي أنتوا لاش اجتمعتوا مع الجنرال هون أنتوا لأنوا مختلفين معه طيب أنتوا اجتمعتوا لأنكم مختلفين أنتوا ما بتعملوا حوار مع واحد متفهم يا خيمين قالك نحن نعملنا حوار نصيحة محب نعملنا حوار وعملنا التفهم ومرشح رئاسي كمان بدون يستفردوا بالوضع المسيحي إذا اختلفنا على خيارات نحن اختلفنا مع العمادعون بين رئيسته على خيارات أساسية عنده نظرة للوضعية المسيحية كمان يعني كل واحد يحسب على خياراته لحظة يا لحظة يا لحظة أنا بدي أطعك أصل الحكي العاطفي وحدة المسيحيين نحن معه ما في شاك بس القصة قصة خيارات عم بقلكم عملوا مثل السنة لكن نتيجة وين عم يوصلوا نحن عمادعون خياره يعني من بعد ما صار رئيس جمهورية نقضوا هذه الورقة وراحوا على مشروع ساعة المشرقية المسيحية ساعة التوجه شرقان ساعة تحالف تغضية سلاح حزب الله هذه المواضيع أدت إلى تعميق الأزمة اللبنانية وتعميق جهنم يلي عايشين فيها فيما أدت إلى عزلة عربية قاتلة لأنه يعني مكتر خيرهم خلوا خلوا العمال اللبنانيين والأخصائيين اللبنانيين اللي بيشتغلوا بالخريج ضلوا 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 يشتغلوا انعكاس كبير على الوضع الاقتصادي المالي يعني كل هذه الموضوع في خيارات سياسية اتخذت نحن برأينا خاطئة كانت نحن نحسب على خيارنا بدي أخذ بريك وإحكي أكتر بتفاصيل بعد أيضا يعني أسماء أخرى من المرشحين الخيارات أخرى ممكن تكون موجودة المواقف الغربية مواقف الدول الكبرى من هذا الاستحقاق إذا كانت رح تفوت على هذا الخط أو فيه تأجيل للملف اللبناني بريك ونعود عودة لديبلوماسية مع الوزراء السابقين ريشار كيومتجان ومروان شربل في سؤال أساسي طبعا تلتقيه بحكم شغلك بالعلاقات الخارجية بالسفراء الدول وبتجتمع مع دكتور جاجا نشوفك أكتر من اجتماع مع وفود أجنبية الملف اللبنان الرئاسة عم يطرح بشكل غير أنه عليكم أن تنتخبوا رئيسا من أجل صالح البلد وما إلى هناك فيه ضغط خارجي بهذا الإطار ولا مفتوحة الأمور لعبة سياسية الخارج بعد مرحلة خليني أقولك أنه فيه ضغط خارجي باتجاه لانتخاب رئيس يعني فيه نيونس ما فيه تدخل خارجي بمعنى أنه في دول عندها يعني باستثناء فرنسا هلأ موضوع آخر فرنسا بس كل الدول صادقة يعني نحن منخذها مثل ما هي صادقين أنه عم بيحثوا اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية لا لأنه عندنا أزمة كبيرة يعني أزمة اقتصادية يجبوا على جتا طبعا بتشوفي من خلال كل خطاباتهم الأجنبيين أنه الأجانب أنه فيه إصلاحات بدا تصير فيه صندوق النقد الدولي فيه عندكم أوضاع اجتماعية صعبة الناس مش عم تقدر تاخد نصريات من البنك مش عم تقدر تتطبب إلى آخر يعني عندنا أزمات ونحن واعين تماما بدون ما هن يحثونا عندنا كم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقر وتعتير بنا تحتية معدومة تقريبا صارت بالبالد وبالتالي عم بحثونا وحثوا كل الفرقاء اللبنيين على انتخاب رئيس هل فيه تدخل موقف السعود مش واضح ما عليك لحد هذه اللحظة أنه على مسافة من الجميع بالعكس أنا برأيي واضح جدا لا يريدون أن يتدخلوا هلا ما بدون يتدخلوا تنتخبوا فلين تنتخبوا فليتين هني على يعني لا يريدون التدخل ولا يريدون لا وضع ذاته على اسم ولا فرد اسم آخر وبالتالي لا يفردون على أصدقاء اللي نحن منهم أي اسم أو أي توجه سياسي بهذا الموضوع هذه معركة انتخابات رئاسة جمهورية لبنان على اللبنانيين بس المرشح بس لا لا فيه ناس ناطرة كلمة خارجية لتصوت نحن حكينا مع نواب بيقولوا نحن ناطرين أنا برأيي ما حدا ينطر شيء من الخارج وتحديدا من السعودية ما قلتلون إياها والسفير عم بيقولها وكلنا عم بيقولوا هن هذه على اللبنانيين أن يروا مصلحة قد يبدو هذا الكلام إذا بدك يمكن مثالي وصلا العملية هاك فيه 128 نائب لبناني مسئوليتهم وأنا بدعيهم بدعيهم ينزلوا الكل ويبقوا بمجلس النواب حتى انتخاب رئيس هالمرة المسئولية مسئوليتنا مسئولية اللبنانيين ما ينطروا حتى مش فرنسا يلي كانت دعمة ليس سرا أن فرنسا دعمت مرشح معين مؤخرا موقف فرنساوي بيقول إنه إذا أنتوا بتتوافقوا إذا أنتوا بتنتخبوا رئيس نحن لن نمانع إذا صار فيه مرشحين وسياتواجهان في المجلس النيابي عم تحكي عن تغيير بالموقف الفرنسي ما عليك مؤجل الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للخارج اللبناني ولا شو؟ تتعافي أنا بحزن وقت اللي بسمع ما هلأ بعرف هيدك بدك تقولي إنه ليه عم تسألي عن الخارج لا 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 يعني إذا ما بدي أسعى عن الخارج ما بشتألي لا 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 أنا بحزن وقت اللي لش بتعلي صوتك أنا بحزن وقت اللي بسمعه وعم بقول ومعه حق اللي عم بقوله بس وقت اللي بسمع إنه نحن بدنا ننتخب رئيس جمهورية تحت الضغط الخارجي نعم إنه أنا بحزن وقت اللي بسمع حد عم بقول إنه عنا أزمة كبيرة أزمة والخير الشعران فيها ونحن مش شعرانين فيها هيدا اللي بيحزنني عن جد يعني في شي دولي بالعالم تنتخب رئيس جمهورية أنا ما قلت عنك أنا قلت بس إنه الضغط الأول الضغط الخارجي أنا بدي إليك شغلي الكل بيقولوا ما بدهم مظبوط ما بدهم حدا ونطرين أداءه يمكن بعكس ما هني مفكرين بس أنا بأكدلك جوه ضمنا هني بيفضلوا كل دولة بتفضل رئيس يرتحون لقلو بس ما عم بيسموه لش بنا نضحك على بعضنا يعني بالآخر إن كان قطر إن كان أمريكا إن كان السعودية إن كان سوريا كلياتهم كلي ضمنا عندهم بس مشين ما نعلق مع بعضنا وتطور الأمور أكتر وأكتر عم بيقولوا لك خيه روح تفاهم وآخر شيء هددونا بالعقوبات إنه تصوري تصوري إنه أنا ما بنتخب إلا وقت بتكن أو خايف منك أنت ما تعقبني يعني تصوري هالمهزلة اللي نحنا عم نعيشها لأ أنا ما بيقبل حدا أني عقبنا ولا بيقبل إنه نحنا يعني التلميح اللي صار بخصوصة بأيس برق لبعا الأمر كان وبراليف شو قالت يعني أنه بالنهاية لأ أنا ما بيقبل ننتخب رئيس جمهورية وبره وبره تأتيجي كلمة السر هني قالوا سيادة الطيار الوطني الحر قال سيادة حزب الله سيادة طيب وين هالسيادة وقت اللي بره بيسمولك إيه ما بقاش فيه سيادة لازم نتفاق ونتوافق مع بعضنا ما قالوا عليها الخارج البكرة بدأت اجتمع الخماسي سموه الخماسي هني بدون يقرروا عنا وما في واحد لبناني موجود جوه بيناتهم يا خي انتوا عم تحلوا قصتنا طيب بعتوا ورا مسؤول بعتوا ورا وزير خارجية بعتوا بعتوا ورا سألوه يعني عايب إنه هايك دايما نحنا عايشين بره شو بده سوريا شو بده سعودية شو بده إيران شو بده طيب طيب بس نحن بهذا الواقع حاليا بهذا الواقع حاليا معليك بالواقع الحق علينا بالواقع الحق علينا بيتدخل برا لأنه هقتوا قلبوا علينا أكتر من احنا قلبنا على بعضنا برافو على برا طيب هاي صحيح أنا أشكر برا من قلبي وبيلهم نخليكن وبس ما تعملوا عقوبات لأنه العقوبات ما فادت يا حبيبي فرطوا عقوبات على كتير من اللبنانيين وهياهم صاروا نواب ووزراء ومردوا عليكم نقط حالك لا ما نقط حالي عم تشكرهم عم تشكرهم عم تشكرهم إنه إذا أنتم ما اتفقتوا إيه طبيعي طبيعي نحن مع المسار الدستور حي في دستور بهالبلد في دستور أو لا ما في دستور طيب بس في تفسير في مجلس نواب يجب عليه أن ينتخي برئيس ولا لا طيب يروحوا يفتح من الأول يوم نحن عم نطالب فنذهب إلى جلسات متتالية ومن بارك يلي بي لا يلي بي معليك أنا عم بسأل سؤال كنت يعني نحن كفريق سياسي عم بسأل سؤال واقع نعم إذا سناء الشيعي قالكم لأنه ما في ولا صوت شيعي نحن مرح نحضر أو مرح نفوت على هالموضوع هذي لكن يمكن تعد لي عشر جلسات واللبنانيين عم يحضروكن وعم بيقولوا رجعتوا تعملوا مسرحية فينا يعني كيف مثل ما عم بقليك مثل ما عم بقليك يعني نحن فينا نقول يلا افتحوا المجلس نزلنا عليه جميع الفرق لا هذا واقع هذا واقع على الجميع أن يذهبوا وين بدنا رؤيت طيب كيف منحل مشكلتنا نعم مننطر بجد الخميسية تسمين لشخص أو مننطر فرنسا تسمي شخص لا اللي عم يقوله أنا موافق تماما أنا اللي عم يقوله موافق تماما نحن علينا وقلتلك ياها أن نتحمل مسؤولية شؤولنا وأمورنا علينا أن ننتخب رئيس خييفتاح المجلس النيابي ولنذهب إلى يترشح اللي بدوا يا يرشحوا هن اللي بدوا يا وخلينا نذهب إلى مدعوم جهات أزعور سعوديا وأمريكيا مدعوم في قبول أنا برأيي أنا انتباعي أنه في قبول أنه زلمي عنده شغل معهم شغل بيعرفو منه 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 في قبول سعودي للوزير الإسلامي فليكن يا خي أنت قلت له أي في قبول عن جهات أزعور ما أنت عندك معلومات في قبول عن الوزير الإسلامي نتيجة موقعه الزلمي بسنده نتيجة بديهية العملية نتيجة موقعه في قبول إذا شخص تكنوكراد وجاي يعمل إصلاحات وينفذ خطة إنقاذ اقتصادية برأيك رح يكون حدا ضده عربيا أو دوليا أنا برأيي لا هذا واقع مش عمبول شي يخي هذا التفاعل ما عليك أخذنا سبعة شهر داشئلة العملية لنا سبعة شهر نجمع المعارضة نجيب أكثر من 45 صوت ما أقدرنا نعترف أنه لم نستطع نظل قاعدين مسربلين وجامدين ما عندكم مشكلة مع الوزير زياد برود سمعنا أن القوات معترضها أكيرات شديدة أنا صديقي الوزير برود لا أتفرض بالأسماء لا نحكي على تقاطع الأسماء لأنه حشي 3-4 أسماء تقاطعنا على الأسم من المفضل أن لا نناقش أسماء منحترمها ومنقدرها قائد الجيش ما عليك ما بعرف إذا بتحكي بالأسماء صحيح أنه مدعوم أمريكيا أنا مدعوم أمريكيا أنا ماني منتزب صحيح أنه مدعوم أمريكيا عن قائد الجيش وأن حصوصه أيضا تتقاطع مع القطريين بحسدنا أنا اللي بعرفه أنا اللي بعرفه بالنسبة للقاط ليش عنده مشكلة حقيقية هي تعديل الدستور هل يستطيع هل في 86 واحد بيعدلوا الدستور إذا في 86 بيعدلوا الدستور عبكرا بنتخبو مانا مشكلة هادي المشكلة الوحيدة نعم وما حدا فيه يقول على غير شيء أبدا طيب في نحكى عن هلأ بتصور برد هو بأرياحية أكتر نحكى عن العقوبات على الرئيس بري وفي تغريدي للوزير وأموحاب بيقول فيها أعتقد وهذا رأي شخصي إذا وضعت واشنطن عقوبات على الرئيس بري سيكون الرد تصعديا عبر طرد السفيرة الأمريكية من لبنان لذا فلتتوقف التسريبات والتهديدات لكن لا بدنا نعلق على فرضيات هل الأمريكان أعلنوا سوف يضعون عقوبات على الرئيس بري لا وبالتالي طلع تلميحات فرضيات طلع طيب بس أنه لا بدنا نروح على ناقش فرضيات إذا بدك ويعطي كل واحد رأيه بهذا الموضوع هذه لا تمت إلى الواقع بصلة يعني اليوم ما في شيء بعد ما لا عقوبات تنوضع برأيك التلميحات حتى الأوروبيين فيها شمن الجديد لكن بفترة الأوروبيين وما صار إجمع عليها بالبرلمان الأوروبي كمان هدد ووضع عقوبات على معرقلين الحركة السياسية هيدا السؤال جاوب على الرئيس واللي قاله نروحي بلدوا البحر أنه أنا منها لا بحكي عن أنه طرد السفيرة الأمريكية لا 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 ما بتوصل مش فكرة شو الموقف بنهاية المطاقة هلأ وقت الترسيم البحري ما كان في مشكلة ما هيك إذا بحطوا ضغوط على المعرقلين واللي عم بفعلا عم بيعرقلوا المسار الانتخابات بيصير عندهم مشكلة معهم بقى كله نسبة بهالحيات نعم بيقول النائب حسن فضل الله أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحدي مهما كان اسمه هم غيروا الاسم الأول باسم ثاني يعني مشيل معوض ولكن هذا لا يغير بالنسبة لنا شيئا ومن لا فرصة له ولا أمل له لأنه يأتي من اتجاه أحادي ومرشح طرف وبدورنا لا نريد فرض مرشح عليكم ونحترم كل الفئات والمكونات أنه أنتوا بس عم بتبدلوا أسماء وفرضتوا مرشح تحدي وعم بتضيعوا شو مشكلتهم شو مشكلتهم جميع حزب الله أكيد جهاد أزعور يعني مش عم بدافع عنه ولا عم ببرر إذا بديك أكيد منه مرشح تحدي كل العالم تعرف لأنه مرشح تحدي ولأنه مرشح مواجهة لحزب الله بالعكس عنده كلام معهم وإذا بتراجعي الأرشيف ما عنده تصريح ضد حزب الله كيف صار هيك بين ليلة وضوحها صار مرشح تحدي وكذا لا حزب الله لا يريد أي اسم آخر حزب الله يعني معلاش هون إذا بدي أفتح هالهلين يعتمد النموذج الإيراني هذا اللي بده يفرضه على البلد المشروع مشروع حزب الله في لبنان بده يعملوا ريبليكا عن عن إيران بإيران بإيران في مرشد موجود ما شاء الله المرشد موجود بالضاحية بإيران في انتخابات بيصير انتخابات رئيس بيكون في مرشح واحد بإيران وفي مجلس نواب وفي حرس ثوري كمان عنا حرس ثوري موجود بلبنان فهذا النموذج موجود وعن بحيو الحزب الله أن يطبقه وهذا جوهر الموضوع إذا بدك جوهر الموضوع لن نقبل بذلك اللبنانيين لن يقبلوا بهذا النموذج أنه يكون عنا مرشد ويكون عنا مرشح واحد للرئاسي لا مش مزبوط الحكي هذا في مرشحين تفضلوا نزلوا إذا مؤمنين بهذا المسار تفضلوا نزلوا على المجلس النيابي الحرس الثوري منحكي فيه بعدين موجودة الميليشيا موجودة هذا النموذج قائم بلبنان نقصه بس يحط يده على كل مفاصل الدولة يبدأ وضع اليد وضع اليد على الرئيس الجمهورية هذا لب الموضوع هذا لب الموضوع خلصت أحد ديتان ولا أحد أنا عن جد يمكن يكون معه حق بس بهاللهجة ما فينا نبني دولة طبعا ما فينا ننتخي به إذا راحين خليني أنا شفتك أنا أطعطك يا خيالي ما عليك ما عم نتشاور أنا أسألي تفضل لا ما عم نتشاور ما عليك مش كيف ما نسكت بعض يا عيوني يا عيوني منتشاور بس عم بحكي بقاطش تفضل تب كيف هالتشاور بيقول والله مش مستعد فك تفضل وبعرف مش مستعد فك بعرف بس الفكرة بتروح ما عد كف يلا عن شو عم نحكي عن الضاحية والمرشد العلى وكذا عم بقلك الموضوع مش موضوع مرشد أعلى وضاحية وبعرف شو وماش من الدفاع عن حدا مثل ما المسيحيين مكون مسيحي موجود مكون وطني موجود بهالبلاد الشيعة موجودين بمختلف ومش كل الشيعة حزب الله ومش كل الشيعة حركة أمل برنا نحترم بعضنا ما فينا نوصل أنا أحترم إخواننا الشيعة وأحترم تمثيل حتى تمثيل أمل وحزب الله في المجلس النيابي بترجيك أنا منع ما دقات بالشيعة خلي كف طبع يفهم كلامي غلط صراحة لا هت عدتقول أنه إنت اخترم الشيعة أنا واجبت أنا ما جبت أنا عقول علينا أن احترم الشيعة أنا أحترم الشيعة خليني كف وعليهم أن يحترموا المسيحيين والمسيحي أن يحترم الدرزة والدرزة أن يحترم الشيعة ما خليني يكف ما بدك تخليني كف نعم تفضل معلي نحلي يا عمي أنا بستغرب أنه تبعا بيدافع الوجه تنظروا حتى ما أرد يفهم خطأ أنا مع حالي. كمل. أنا كنت جاي مبسوط أنه ما راح يقطعني لأنه أرمني وبيحكي عربي أكتر منه. معليك هيدا جدال طبيعي جداً. يا ستنا ما يقطعني وما يجيبني. ولا كلمة ولا مقاطعة معلي. بالمونة. نقاش هيدا بالنهاية. طب لتلك سجل هاي ورقة. هيدا الوقت عم بضيع بهيد الطريقة. أنا لك شو سجلتلك. لتلك سجل. طب. يا ستنا ما شو بيكون الواحد بيتفيله السياق. احترام التواقف والمذاهب. أنا أريد إليك شغلي. إذا بقينا بها العقلية. إذا بقينا بها العقلية ما راح فينا نبني بلب. خلينا نقله للفريق الآخر خيي. للفريق الآخر. تعا خيي نحن وهيك ما فينا نعيش. خلينا نفتش على شغلي تاني. لا أنت تتدايق مني ولا أنا تتدايق منك. لا أنا أختلف قنوية ولا أحمل البرودي ضدك ولا أنت تحمل البرودي ضدي. هيك المطلوب ما بعتقد هيك المطلوب. أنا برأيي إذا ما تفهمنا ما راح ننتخي برأيي جمهورية. ما بقى خلينا خلينا هيدا النقاش اللي عم. أوكي حاليا ما في تفهم معنا. خلينا النقاش اللي عم بيقوله هو هلأ. يتناقش بمجلس الوزراء ويتناقش بمجلس النواب. هونيك الحل. مش هوني الحل. يعني الحل أني أنا شو عم بقلهم للعالة. عم بقلهم أنه أنا عندي فكرة عن حزب الله وعن إيران وعن شو بدون يعملوا حزب الله. ما نوتر الأجواء وبس مشكلة حزب الله بتنحل على الطاولة بستراتيجية دفاعية مفروض تنعمل. لما بيجي أول رأيي جمهورية مفروض يعملها ويكون شغلوا الشاغل حتى في قسم من اللبنانيين. شغلوا بالهم السلاح حزب الله وشغلوا بالهم وضع. وبستراتيجية دفاعية ما بيقولوا لا بالنهاية. برأيك مستحيل يصير تراجع من قبل حزب الله للتفاوض عائس المؤخر. يعني إذا طال الوقت هذا محال. لا أكيد بالنهاية ما رح نبقى. يعني مثل ما تمسكوا باسم الرئيس عون. رح نشوف هيدا الشيء. لا بيستنا الظروف بأيام الرئيس عون كانت دولار 1500. هني ما بعرف يمكن هلأ بتمسكين أكتر ما بعرف. كان الوضع غير هيك. لا الأمور رائحة على انحدار أكتر. مش ممكن نبقى بلا رئيس جمهورية. يعني ما بقى نطول نبقى بلا رئيس جمهورية. مشان هيك الحل الوحيد الحل الوحيد. كيف اتفقوا هني والتيار؟ إجا واحد نايب حكي مع نايب. نعم نعم. طيب كمان يجي نايب من التيار ونايب من القوات. يحكي مع نايب من حزب الله. يتفاهمه. يمكن بيوصله النتيجة. يمكن لا. يمكن ما بيوصله. بس خلينا نشعر انه تفاهمه. خلينا نشعر انه تفاهمه. نعم. أخيرا يعني نحنا وصلنا لنهاية هذا القسم. ما عليك. الكوات اللبنانية رح تنزل على مجلس نواب. بطبيعة الحال. هل هناك سيناريوات براسكم محددة؟ عم تتوقعوا انه يتم تعطيل الجلسة؟ عم تتوقعوا بنهاية الموطف كل شيء؟ عم نقوم بكل ما يلزم لتأمين أكبر عدد من الأصوات لمرشحنا. فينا نحكي شوية أرقام شو صار عندكم؟ نتوقع أن يطال الخمس وستين صوت. أنا أدعو من هذا المنبر كل النواب اللبنانيين يتحملوا مسؤوليتهم. يراجعوا الانتخابون. يسألون ينزلوا يزرون. مش بس بالمآتم وبالأعراس. ينزلوا يسألون ماذا تريدون أي مرشح تريدون أن ننتخب؟ أي لبنان تريدون؟ أي دولة تريدون؟ يسألوا الكونسيطون طبعهم. وينزلوا ينتخبوا بضميرهم. ما يعطعوا. خلينا نروح على جلسات تمنياتي. جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس. على النواب تقع مسؤولية أساسية. لأن هالناس انتخابتهم على أساس مبادئ هن طرحوها. على أساس مشاريع هن طرحوها. وانتخاب رئيس جمهورية بند أساسي. يعني واجب أساسي على النائب. وبالتالي مقاطعة الجلسات وعدم الذهاب إلى عملية انتخابية فعلية لن يؤدي المطلوب. شكراً لمعالي الوزير مروان شربل. أنا عشوم هو وحكي آخر كلمة. فضل فضل. فضل. كلمتين. ما في رأي جمهورية إذا ما في تفاهم. حاج بقى نترجى فلين وروح انتخاب وما تحط ورقة بيضة. وهذا بيخصني. وحاج نعمل اتفاقات من هون ومن هون. إذا ما في تفاهم وطريق تفاهم هيا والله العظيم. بس ما عم نحكي مع بعضنا. وإذا إجا رئيس جمهورية خلافاً إذا إجا سلامان فرنجية خلافاً لرأيها وديك ما رح يمشي الحال. وإن إجا جهاد أزعور ما رح يمشي الحال خلافاً لرأيها وديك رح تتعطل الأمور. وأي رئيس جمهورية بده يجي بعدين إذا ما في تفاهم ما رح يمشي الحال. مع دعوة هذه الدعوة الوفاقية من ماروان شربل. نشكر ريشارد كيومتجيان وماروان شربل على هذا القسم أغنيتما هذه الحلقة. ابقوا معنا مشاهديننا نستقبل بول بوركوس بعد البريك. نتحدث عن القضية قضية سفير لبنان في فرنسا. نتحدث أيضا عن هاني بعل القذافي ومساء الأخرى. قوم معنا.